ويكيليكس تؤكد ارتباط قناة الجزيرة والقائمين عليها بالاستخبارات الامريكية عبر تعاون دوري بين الطرفين وتلبية القناة للمطالب الامريكية وتعهدها بمنع تكرار اي اساءة للامريكيين وثائق ويكيليكس التي سرعت قناة الجزيرة الى تبنيها وافردت مساحات واسعة عبر شاشتها لقصف دول وشخصيات من خلالها تكشف هذه الوثائق اليوم جزءا من سر علاقة التعاون والتنسيق الدوري التي تجمع القناة ووكالة الاستخبارات العسكرية الامريكية دي اي اي وبحسب الوثائق فان القناة عبر مديرها العام والضح خنفر كانت تتلقى تقارير شهرية من الوكالة عن ادائها في تغطية الاحداث المرتبطة بامريكا ومصالحها لتقوم بالتعديل على طريقتها بما يلبي المطالب الامريكية الوثائق نشرت مثالين على سبيل الذكر للحصر عن استجابة الجزيرة عبر خنفر للمطالب الامريكية حيث قام بحثف صور لطفلين في مستشفى وامرأة مصابة في وجهها في العراق وذلك بسبب اعتراض الولايات المتحدة على نشرها كما قام بحثف موضوع اخر يتضمن استخدام الامريكيين غازات سمة في العراق نزولا عند طلب السفيرة الامريكية في الدوحة بعض الوثائق المنشورة والتي يعود تاريخها الى العشرين من تشرين الاول عام 2005 كشفت عن تعهد القناة خلال اجتماع خنفر مع مسؤولة الشؤون العامة الامريكية بتعديل الاخبار التي تزعج الحكومة الامريكية او حذفها تماما ليقوم الاخير بعد ذلك باصدار قرار بعدم نشر اي موضوع يتعلق بامريكا قبل ارساله لمكتبه للموافقة عليه وثائق ويكيليكس كشفت جانبا من سر الصعود خنفر وتدرجه في الجزيرة من مراسل في افغانستان الى مدير مكتب في العراق وصولا الى ادارة القناة وخاصة ان زملائه لم يروا فيه الرجل المناسب لذلك بسبب تجربته الفتية ما دفع عددا من الاعلاميين البارزين للاستقالة احتجاجا على سياسته التحريرية التي اتهمت اكثر من مرة بعقد صفقات سرية مع الادارة الامريكية والتغاضي عن جرائمها